رئيس شركة سادات الأمنية الخاصة والمرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في سوريا أصبح كبير مستشاري أردوغان صحيفة جمهورية التركية التي نشرت الخبر على صدر صفحتها الأولى نوهت إلى التاريخ الأسود لشركة سادات التي أسسها الضابط السابق عدنان تانري فيردي والذي أخرج من الجيش بتهمة التحريض الطائفي مذكرة أيضا باعترافات الجنرال تانري فيردي التي أكد فيها لقاءه بالعديد من قادات وقيادات ما يسمى الجيش الحر نعم تربطنا علاقات بالمعارضة المسلحة في سوريا وهناك طلبات كثيرة قد تسلمتها بخصوص تزويدهم بالسلاح وأنا بدوري أعلمت السلطات الحكومية بها التعيين أثار الكثير من إشارات الاستفهام لدى الإعلام التركي حيث أنه أتى بعد فترة قصيرة جدا من نشره أخبار تفيد بأن الشركة المذكورة على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي ومتهمة بتدريب المجموعات الإرهابية في سوريا النائب التركي في حزب الشعب الجمهوري فيكري ساغلار أكد أنه تقدم بطلب مطلع الشهر الماضي لاستجواب رئيس وزراء النظام أمام البرلمان للتحقيق معه حول فعاليات تلك الشركة وعلاقتها بتنظيم داعش الإرهابي وتدريب مقاتلي ضمن معسكراتها في تركيا لكن الطلب تم نسيانه بحجة الانشغال بمحاولة الإنقلاب علاقة النظام التركي مع التنظيمات الإرهابية في سوريا والمنطقة باتت كابوسا يلاحق أردوغان وحكومته اللذان وإن ادعيا أمام الكاميرات مكافحة الإرهاب إلا أن التقارير الاستخباراتية تفضح تلك العلاقة التلفزيون الألماني الرسمي ولأول مرة يكشف عن تقرير استخباراتي للحكومة الألمانية يتهم تركيا بأنها منصة انطلاق للتنظيمات الإسلامية المتطرفة ومن ناحية أخرى يستمر النظام أردوغان بإفراغ مؤسسات الدولة من معارضي حيث أصدر مرسمين بصرف الألاف من ضباط الشرطة والمئات من عناصر الجيش والعاملين بهيئات الاتصالات بذريعة توروطهم بمحاولة الانقلاب الأخيرة